السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا على يوم الأربعاء أربعة كانون أول ديسمبر القمر اليوم موجود في برج الجدي ورحضل موجود في برج الجدي لغاية صباح يوم الغد الخميس الساعة أربعة وعشرين دقيقة صباحا القمر الآن موجود في منزلة سعد بلع وهي منزلة للعلاج والفراق والتلاف الأموال والحرية ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة ثمانية وأربعة وثلاثين دقيقة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعدها على منزلة سعد السعود وهي منزلة لتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق القمر موجود في برج الجدي معناته اليوم منكون أكثر عقلانية ومنحكم العقل أكثر من العواطف في حل جميع مشاكلنا وكل ما يؤرقنا ومندرك أن الأمور ما رح تكون سهلة بالنسبة لإلنا البعض ممكن يكون متشائم علينا أن نعمل بجدية أكبر ولا نعتمد على الحظ يمكننا بدء عمل جديد أو شراء قطعة أثرية أو اتباع نظام غذائي ومتابعة كل ما يتعلق بشركات التعمين بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التقابل سلبية بين عطارد وبين المشتري وهي زاوية بطيئة لها تأثيراتها تقريبا ثلاث أيام ومستمرة ثلاث أيام وبما أن عطارد بيت راجع والمشتري فإذن هي رح تكون بطاقتها القسوة ذروة هاي الزاوية رح تكون اليوم ساعة عشرة وخمستعشر دقيقة صباحا بتوقيت جرانيج هاي الزاوية بتهدد بالقلق النفسي أو التوتر النفسي أو الخوف أو الرهاب أو الوسواس القهري وبتزيد من ميلنا للأخطاء في الحكم وإفشاء الأسرار اللي ممكن يعرضنا لمشاكل مع العدالة لازم نتجنب توقيع الوثائق المهمة ونحاول أنه ما نقوم بأي استثمارات أو مضاربات مالية ممكن هاي المضاربات تنتهي بدعاوة قضائية إذا ما كانت مدروسة بشكل جيد دوليا بالدل على توجه الصحافي ووسائل الإعلام لانتقاد السياسة المالية أو التجارية لبلد ما وممكن يتم تضح بعض الاختلاسات والتلاعبات في المؤسسات المالية والبنكية أو يتم انتقاد بعض القوانين والتشريعات الجديدة أو يتعرض بعض الكتاب ورجال الصحافي للمقاضاة أمام العدالة كما ممكن يكون في جدل حول بعض القضايا الدينية والعقائدية بالنسبة لزاوية التي تليها وهي زاوية التربية السلبية بين الشمس وبين زحل برضو هاي زاوية بطيئة ولكن تأثيراتها سبع أيام قبل وسبع أيام بعد هاي زاوية رح تكون الساعة أربعة وسبعتاشر دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينتش وهي ذروتها بتخلق مصاعب عرقيل بتحتاج منا بذل الجهد وتصميم وإرادة لتجاوزها ولكنها بتجعلنا أنانيين قاسين وعندين ممكن يتعرضنا لبعض الصعوبات في إنجاز المشاريع وتعمل إنعكاس أو انقلاب بالأوضاع وعلينا مراقبة صحتنا اللي مهددة بتكون بالإرهاق دوليا هي بالدل على تراجع اهتماما حكوم ما بمؤسسات الدولة وتراجع المنتوج الفلاحي وقطاع التعدين والمناجم وصناعة ثقيلة واضطرابات في البورصة وبرضو قلة الاهتمام من الحكومة بدور العجزة والمتقاعدين والفلاحين وعمال المناجم وتضييق الخناق الأمني على شعب ما وبرضو بيزيد نفوذ المحافظين والمتطرفين والمتعصبين لدى بعض الجماعات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تتليث إيجابية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون الساعة ستة واربع وشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينج بتحزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع برضو اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية برضو بطيئة زاوية تزديث إيجابية بين الزهرة وبين نبتون هاي زاوية لها تأثير خمس أيام ومستمرة لخمس أيام قادمة ذروتها اليوم الساعة ستة وواحد وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينج تضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول وبتجذب الآخرين لا إلا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديث إيجابية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية راح تكون الساعة 11 وثمان دقائق مساء بتوقيت جرينج بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث عليه فإنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل برضو تعتبر هاي فترة مناسبة للراحة بتزيد حساسيتنا ورومانسيتنا وبتمنحنا كفاءات للأعمال الفنية والروحانية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية راح تكون الساعة 11 و33 دقيقة مساء بتوقيت جرينج بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم وبتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جدا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر اللي راح يبدأ الساعة 11 و33 دقيقة مساء بتوقيت جرينج ورح يستمر حتى صباح يوم الغد الخميس الساعة 24 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عملية جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية طبعا عندنا الركبتين والمفاصل العمود الفقري وعضلات العمود الفقري والردفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والتحال وجهاز التوازن طبعا بالنسبة للعمليات الجراحية باقي أعضاء الجسم ما في أي مشكلة ولكن هاي الأعضاء اللي ذكرناها ما بنصح جراء العمليات زي ما ذكرنا إلا إذا كانت اضطرارية هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل ولكن اللي هي الأمور البسيطة مش الأمور اللي تتعلق بعمليات وجراحة وخصوصا للإشي بالجلد والشعر لأنه هم الأكثر حساسية ممكن أشياء ما لها أي تأثيرات أو سايد إفكت ممكن ولكن يعني إذا في مجال لا تأجيلها بيكون أفضل هذا اليوم لا يصلح لإزالة الشعر الزائد لا بالليزر ولا بالطرق التقليدية طبعا لأنه زي ما ذكرنا أنه الجلد والشعر هم الأعضاء الأكثر حساسية يصلح لقص الشعر التجميلي يصلح للحنة ولكنه لا يصلح للصبغ ويصلح للقص العلاجي رغم أني ما بنصح في هذا اليوم لو تأجلوها ليوم الغد بيكون أفضل القمر بما أنه موجود في برج بده ينتقل لبرج الدلو لأنه نذكر خلو المسار القادم وجدوى الخلو المسار موجود في صندوق الوصف من قبل بداية هذا الشهر القمر بما أنه رح يكون في برج الدلو ابتداء من الغد خلو المسار القادم بيكون يوم السبت بيبدأ الساعة 12 دقيقة بعد منتصف ليل الجمعة على السبت بتوقيت جرانيتش ورح يستمر لغاية الساعة 9.48 دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال عمره ثلاث أيام الساعة 7.21 دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش بنبدأ باليوم الرابع نهاية اليوم نسبة الإضاءة بتكون 14% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 21.12 اليوم سعيدة بنسبة 30% القمر في الجدي حتى يوم الغد سعيد بنسبة 30% المريخ في الأسد حتى يوم 6.12 سعيد بنسبة 15% المريخ المشتري في الجوزة بيتراجح حتى يوم 4.2 منتحس بنسبة 40% زحل في الحوت حتى يوم 25.5 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور بيتراجح حتى يوم 30.1 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجح حتى يوم 7.12 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الدلو حتى يوم 4.5 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم بإمكانك تحافظوا على إنجازاتكم القائمة ولكن إذا كتهدهم الروعك وما تنفعل واتجنب مخالفة القوانين وإحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة وإحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعا بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لاسيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم ممكن تذهب في رحلة أو تروج العمل أو تحصل على معلومات ما كنت تتوقعها وبيكون في نوع من أنواع النجاح والحظ في حياتك العاطفية والعائلية برج الجوزاء بالنسبة لما وليد برج الجوزاء اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي وهذا المكسب عادة بيجي من شهراكة بنك ضريبة تأمين ولكن بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة سارعوا في تهديئة الأجواء هذه فترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف عليك التحلي بالليونة والتفكير الموضوعي برج السرطان بالنسبة لما وليد برج السرطان هذا اليوم يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة وبوسعكم اليوم يعني أي عمل مشترك هو جيد لهذه الفترة فعشان نقول هذا اليوم مناسب للعمال المشتركة رغم منها هاي فترة ضاغطة لأن طاقتك سلبية القمر مقابلك تماما فما بينفعك سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لمضايقات أو خلافات برج الأسد بالنسبة لما وليد برج الأسد أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وبرضو بتكنتبهوا لغذاءكم وراحتكم وتكونوا منظمين وتحسنوا إدارة أعمالكم وحاذروا من الجدال مع المعاونين وما تهملوا صحتكم ولا تأجلوا ولا تماطلوا أي عمل حتى لو اضطررتوا للعمل لساعات إضافية بالنسبة لما وليد برج العذراء بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم خلال هذا اليوم ولكن لا تعتمدوا على الحضوض إذا عندكو إشي مهم بتكتبادروا فيه بتمفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا فترة إيجابية مناسبة لطرح الأفكار والارتباط فما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحبة بالنسبة لما وليد برج الميزان بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا اليوم نوع من أنواع التعاون مع أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلة أو منزلة أو ممكن تظهر بعض المشاكل الشخصية أهم مش أنك ما تتهرب من المسؤولية تجاه العائلة الأجواء عدائية ومتوترة فعشان هيك بدك تراعي الأمور البيتية بشكل جيد وأيضا بدك تراعي وضعك الصحي برج العقرب بالنسبة لمواليد برج العقرب بتنشطوا في السفر والاتصالات خلال هذا اليوم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لاجتياز امتحان أو مقابلة ولكن لا تعتمدوا على الحضوظ بإمكانك تعزيز العلاقة مع أخ أو جار ابتدعمك الحضوظ وبتكون جري في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديها وخاطر بتلفت الأنظار الأجواء لطيفة وممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدرتك ولكن انتبه أثناء الحركة وأثناء قيادة السيارات برج القوس بالنسبة لمواليد برج القوس اليوم بيحمل لك فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين في النفقات وامتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتموا بتوظيف أموالكم ولكن بتكونوا عاقلين في صرف الأموال وممكن تهتموا لمناقش الدعم مالي أو قرض أو ممكن تفكروا في بعض الاستثمارات أو التوظيفات يعني فترة إيجابية ممكن تحقق من خلالها ربح برج الجدي بالنسبة لمواليد برج الجدي طبعا فقدكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مكانتكم الاجتماعية اليوم بيحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليكم التحل بالحكمة وواقعية في حل بعض الأمور وممكن تشتد عزيمتكم وترتفع المعنويات وتستعيد سيطرتك وممكن تحقق نجاح باهر إذا ركزت برج الدلو بالنسبة لمواليد برج الدلو طبعا يوم آخر بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم من الآن وحتى صباح يوم الغد الخميس هاي فترة سلبي لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فعشان هيك ما تبالغ في إنجاز ما لديك من عمل متراكم تهدى وطيرتك لحد الركود ممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي ولا تحسن عمر لأنها فترة سلبية ومخيبة للآمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها فأجل كل الأعمال الضرورية والمهمة لغاية صباح يوم الغد برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم أشخاص ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة بتتسعي الآفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة ما وممكن تعزز شعبيتك وتحصد أرباح بشكل مفاجئ بتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجانبك وبتخف الضغوط وبيطمئن بالك ولكن حاول تنجز كل الأعمال الضرورية والمهمة قبل صباح يوم الخميس هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء